اذربيجان اذربيجان اليوم كل العالم تعرف يعني كثير من الناس ما كانوا على بين نتيجة الاعلام والتقارير والاخبار والكذا اغلب الناس بدأت تعرف فيه مشكلة اسمها مشكلة ارض اذربيجانية محتلها الارمن منذ حوالي ثلاثة عقود هاي حقيقة وان تركيا اليوم تدعم اذربيجان لاسترجاع ارضها هاي حقيقة وان هناك دول تقول لا ما في داعي للحروب تعاولا حلها بالحوار وما شبه ذلك اولا خليني ارجع بالتاريخ لان هذا الامر لي علاقة به قديمة علاقة خبر يعني في هذا الوقت اللي عم تتشكل هاي الدول انفجرت الازمة بين ارمينيا وبين اذربيجان وارمينيا هاجمت اذربيجان واحتلت ارضها اليوم عم بقول انا هاجمت لان كل العالم تعرف كل العالم عم تقر نعم ارمينيا محتل ارض محتل خمس ارض اذربيجان ومشرد ناس وصار لهم 30 سنة عايشين بالخيم وقتل ما شاء الله هذا كله معروف صار في ذاك الزمان انا كنت في طهران عم بسمع الاعلام الايراني والناس الناس مع الارمن دولة مع الارمن اعلام مع الارمن الدولة عجيب عم الارمن معتدي انتوا عم تقولوا نحن دولة اسلامية يعني انتوا ضد العدوان انتوا ضد الظلم كيف تقفون مع الظالم كيف تقفون مع الظالم اذربيجان انتم تقولون ولمئات السنين ان اذربيجان جزء من ايران وان الشعب الآذري هو جزء من شعب ايران وان الآذريين الحقيقيين الكتار موجودين في ايران طيب انتم شي طبيعي انكم توقفوا مع المظلوم اولا مع الآذري اللي هو من جنسكم ثانيا او جزء من شعبكم كبير ثالثا هؤلاء مسلمين مظلومين شيعا ايضا انا الحقيقة فوجئت يعني بأي مقياس بالقرآن وتعاون على البر والتقوى هذا البر والتقوى صوت حيران شو قصتهم هؤلاء في ايران امسكت يومها وزير الخارجية تفعلوا لك يا عمي انا بطلت افهم شو القصة تبعكم باختصار حتى لا اضيع وقت الناس قال بالحرف الواحد ارمينيا على حدود تركية ونحن بدنا نمنع تركية تتواصل مع الدول التركية تركمانستان واسباكستان واثربيجان الى النهاية فنحن وقفين مع الارمن لا يبقوا سد في وجه تركية قلت يا ليتني مسألتك بيني وبين نفسي طبعا يا ريتني بقي حيحصن الظن بشي احتمل انه في سبب شي هاي دول طالعة جديد من المأساة من المحنة بدل ما تتعاون انت والتركي على مساعدتها وتشكلوا هيك امة واحدة نشوف حالنا فيكون عم تتعاونوا وسوق مشتركة تحالف شاية جايين ناس من بره انت عم تفكر كيف تواجه التركي من خلال دعم الارمني ضد المسلم الشيعي طبعا اللي هم تهجروا وين باي قرآن هذا وين باي قرآن هذا انت ويلكون علاقة مررتوا من قرب القرآن وسمعتوا وفهمتوا السياسة اللي بيرسمها القرآن الكريم اليوم نفس الشي اليوم نسمع ايران نحن مع الوساطة توقف الحرب وتروحوا على الوساطة روسيا مع الحوار توقف الحرب وتروحوا وهكذا فرنسا اللي بيقول مع الوساطة وتوقف الحرب مع الوساطة هذا خبيث ليش انه هلأ ارمينيا محتلة وقف الحرب يعني ابقوا الاحتلال روحوا مع الحوار الحوار صارنا ثلاثين سنة ما وصلنا الى شيء يعني هو مع الاحتلال مثل ما الآن نطالب نحن بان نذهب الى المفاوضات مع الاسرائيلي والاسرائيلي محتل شرف شواء لو ان وصلتنا المفاوضات مع الاسرائيلي مع الاحتلال لهذا نعم يجب يجب ان تحرر الارض دعوة الى مفاوضات ضمن الاحتلال هذا هذه دعوة كاذبة يعني انت مع الاحتلال انت مع طرد الناس من ارضها انت مع ظلم الناس وقهرها هذا ظلم هذه جريمة هذه ظلم وهذه جريمة ترجمة نانسي قنقر